طب هو الضمان بتاع شاومي وحش او طب المنتج اللي هو مثلا اي موبايل بيبقى خاماته وحشة اسئلة كتيرة وصلتني على شاومي وجودة مبارات شاومي تامع الفيديو وان شاء الله اردع اسئلكم وهنقل لكم تجربة الشخصية مع موبايل استخدمته الاكتر من سنة وفاصل ونرجع لكم على طول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة من خبرات والعين اسئلة كتيرة وصلتني على صفحة الفيسبوك او الكومنتات في اليوتيوب والمناسبة قبل ما انسى باشكر كل الناس اللي عملتلي لايك على صفحة الفيسبوك واللي اتمنى من الناس اللي لسه ما عملتش لايك على صفحة الفيسبوك ياريت ينزل يعمل لايك لصفحة الفيسبوك الرابط هتلاقها طبعا اسفل الفيديو نرجع تانى الموضوع الاسئلة اللي وصلتني هي ليه هواتف شاومي رخيصة او هو ليه ان مسلا شاومي جودة الموبايل من شاومي مسلا او هواتف شاومي دي جودتها كويسة بالنسبة للموبايلات تانية الاجابة البساطة انا احكي لكم تجربتي على موبايل باستخدمه اكتر من سنة تقريبا من حوالي سنة او شهر او شهرين انا كنت بشتري موبايل ده كانت تقريبا في شهر 11 تقريبا او حاجة زي كده اا واشتري نزلت اشتريت الموبايل ده انا كنت راح اشتري موبايل سامسونج اا ففجئت يعني ان ما كنتش عنديش فكرة قوي عن شاومي كنت اشوفها اعلانات اشوف مع الناس لكن ما كنتش استخدمت بصراحة بلي كده اا لقيت موبايل زي ده بطارية 4000 ميلي امبير اا في قارق بصمة زاكرة 32 جيجا ورامات 3 جيجا وفي سعر كان تقريبا في حدود اا على متذكر كان 2600 تقريبا 2500 مش مش فاكر قوي لكن الفاكر ان ليه لان كان في سامسونج كان في موبايل سامسونج كنت اشتريه كان تقريبا في نفس السعر ان الموبايل اللي كنت راح شديده من سامسونج كان تقريبا بنفس السعر لكن المواصفات بعيدة تماما عن بعضها يعني اما تشترح تسرق الموبايل بادية كل ففي السعر هmma فى هو تشرب نفس السعر فأكيد هاتش تسرق بالنسبة للنسبة للايما في السعر وكان بسراحة اول يبيب ان ال teasing انك موضوع الفضاء الثاني تكون ل جئ الموبايل كل موبايل فيهم لي بصمة لواحده وطبقات لواحده والكلام ده وكانون اول موبايل كنت لقيه يعمل حاجة اسمها تطبيقات المزدوجة يعني يعمل كل من كل تطبيق يعمل اثنين منه بدون اي برامج فيعني ديها مش حاجة كويسة جدا غير السلاسة اللي كانت في الموبايل جدا يعني وحاجة كويسة جدا لافيش اي مشكلة خالص كان في حاجة مهمة جدا الموبايل ده لحد دلوقتي بيجيله تحديثات يعني الشركة مسل منسيرش التحديثات يعني واسلا شايفين التحديسات دي اللي كانت لسه نزلها له لسه من حوالي شهر تقريبا لسه نزل التحديسات دي. اه شركة الاشعارات اتغير في حاجات كتيرة اتغيرت في الموبايل يعني ما كانش موجودة في نزل التحديسات. فالشركة مش ناسية حاجة برضك زي كده التحديسات دي وكلامنا. تمام ده كان باختصار يعني كده تجربة لموبايل زي كده. المهم يعني اه الموبايل كويس جدا. ولكن في فترة الاستخدام اه بعد الموبايل تقريبا كان قبل ما يخلص الضمان بتاعه بحوالي شهر او شهرين كده حصلت مشكلة في السماعة الخارجية. السماعة الخارجية دي فصلت لوحدها كده وحصلت فيها خروشة. اه لوحدها كده من غير ما اعمل فيها اي حاجة واتقليته ويخروش. فالمهم رح تراحي على الضمان وبصراحة يعني الناس استلموه مني وما كانش فيها مشاكل. سماعت السماعة وفعلا استلمهم فيش اي مشاكل. المشكلة في الضمان ان هم يعني لما تتصل بالتلفون بيهم وتسالهم على الضمان اى على transformation للأسر بموش عارفين يعني بتحسك كده ان هم فى بعcke بينهم وبعض من عالفوش ان مواري تصلح لا اى ده هي حركة المشكلة الوحيدة اللي قابلتني لما لما بالضمان ان هم لازم تروح تسالى ل Braille بالتقار من رج trabalتها من ان المواري لم يتحدث عن كده ان مواريها موت تصلح تمام من اسم المواري الأن اه ما اتكلموش فى اسمامه. لن استخدام في ضمان اي تاصاله لكن لازم تسأل على الموبايل بتاعك للاسن من فرش تسل التليفون واتسألهم جماعة الموبايل بتاعك اصلاح لكن بعيد عن كده الموبايل بصراحة كويس جدا ضمون كويس جدا ما فيش اي مشاكل فيه اللي بيقى ان سعر الموبايل رخيص ان شاومي مبتعتمدش على الاعلانات في تسويق الموبايلات بتعتمد على حاجة تانية اللي هو انت مثلا اشتريت موبايل من شاومي وعجبك جدا هتروح تقول مبتالي اخوك اشتري الموبايل ده هتروح تقول ابن عامة كشتير موبايل ده بالطريقة دي. يعني لو قلنا مسلا ان لكل موبايل بيحط له مسلا خمسة جنيه اعلان يعني مسلا موبايل ده بعشرة جنيه وهيحط له اعلان بخمسة جنيه يبقى تماما موبايل خمساشر جنيه. دي حاجة يعني كده انت الاعلانات دي بتبقى من تماما الموبايل. مش مجرد ان الاعلانات دي بتعملها الشركة عشان تبيعها لا ده بيبقى من تماما الموبايل. كمان التخزين موبايل اه لو قلنا مسلا ان كل موبايل هيقعد يتحط في الرف كده مسلا هيتخزن مسلا بتلاتة جنيه الى كده مسلا تمنشر جنيه على طبق الموبايل. ففي حاجات كتيرة بتخلي التمن بتاع موبايل اه ببقى ارخص بسبب الحاجات دي. وحاجات تانية مهمة برضو ان شاومي بتفضل بستمرة في الانتاج بتاعها هي ممكن للفترات طويلة. يعني مسلا ممكن نشوف موبايل زي ده اه مع ان مسلا في موبايل احدث منه لا لا شاومي لسه بتنتج اه فيه. اه مش بتكلم عن موبايل دعا متن يعني بتكلم عن موبايلات مثلا اه لسه موجود لحدي لوقتي انتاج بتاع شغال. اه اول مسلا ما بتروح الشركة للشركة المصنعة مسلا بتاعت الشاشات دي بتقول لها انا عايز اعمل مية شاشة. فبيقول له مسلا اول مية شاشة بتخديهم مني يا شاومي اهدهم لك مسلا ب الف جنيه. تمام? اه خلصت المية شاشة دي فالشركة بتروح تقول له مسلا عايزين مية شاشة تانية. يجي قال له خلاص انا هديك تاني مئة شاشة بخمسمائة دينية وده ليه لان الشاشة بتبقى خلاص طبعة عنده في المصنع الطبعة طيعتها موجودة عنده في المصنع فبقى تكلفتها اقل فدي برضه من الحاجات اللي بتخلي تمن الموبايل اقل اه غير كده بصراحة انا شايف الموبايل كواس جدا ودي كالتجربة فعلا الشخصية مع الموبايل اه نعم اشوف اتحكي لكن ده او اللون بتاعه تغير لكن ده فعلا الشخصية انا بقى ليه سنة اكتر باستخدم الموبايل فمفوش اي مشاكل خالص يعني اه بس انا حبيت اوضح لكم نقطة للاسئلة للجيني بسبب موبايلات شاومي ليه رخيصة او هي جودتها وحشة او الكلام ده كله لا فعلا الموبايل كويس جدا مفوش اي مشاكل زي انا بقول لكم ده او الموبايل الاقي فيه تحديثات شغالة لحد مثلا بقى له سنة وليس شغالة لحد دوقتي اول موبايل الاقي فيه كان فيه الموضوع التطباط المزدوجة اول موبايل الاقي فيه second space اه بطارية كويسة اي نعم بطارية طبعا قلت او كفائتها قلت من الاستخدام طبعا برضو مبادئة سنة بعد ما كنت موبايل اول ما جبته كنت بشحينه مسلا كل تلات ايام فعلا كنت بشحين موبايل تقريبا كل تلات ايام بقى بشحين مسلا كل يوم دلوقتي وده برضو عشان خطر كده كده ده طبيعي بالنسبة لعمر البطاريات بعيدا عن كده موبايل بصراحة كويس جدا حبيت انقل لكم رأي او اديكم رأي الشخصي وزي ما قلت لكم ده رأي الشخصي ممكن تكون لك تجربة سيئة مع موبايل اول حاجة لكن ممكن بتبقى حالات استثنائية بصراحة انا شايف ان موبايل كويسة جدا موبايلات شاومي بس واشكركم طبعا من مطابعة الحلقة ويا ريت لو استفدت من حلقتنا النهاردة ما تنساش تضغط لايك على الفيديو ويا ريت لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تلاشت الاشتراك وشكرا لكم للمتابعة واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته